اللهم بشر أحبائي بالجنة العالية ذات القطوف الدانية اللهم جازهم بالعفو والغفران والعدق من النيران اللهم ألهمهم الرشاد وأصلح لهم النية والذرية واجعلهم من الراشدين اللهم ارزقني صحبتهم في الجنة ومن يحبنا ومن نحبه فيك يا حي يا قيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عمدين ايه؟ يارب يكون الجميع في صحة وسعادة وسطر ان شاء الله معي اليوم حالة سهلة وبسيط وسريع وممكن يتاكل من غير ما يتحطوا في التلاجة وممكن نحطوا في التلاجة يعني بجد حالة سهلة جدا وممكن كمان أولادكم يعملوا معاكم ويفرحوا بشكله وبسرعة هيعملوا لازم طبعا ندخل أولادنا في المطبخ بس في حاجات بسيطة خصوصا اللي عنده ميول ان هو يدخل طبعا المطبخ ابني الصغير هو اللي يدخل معايا ويعمل الحالة ده هو اسمه حالة تراب هو اللي قال يعني هو من اقتراحته هو يا ماما عايز عمل حالة تراب فقلتله تمام يلا هوريكم بقى الطريقة زي هو بيعملها ليه سميناه حالة تراب لان شكله زي التراب كده ونحط فيه زرعة بيدي شكل حلو يعني او ممكن نسميه حالة زرعة يعني زي ما بتحبه بس شكله في النهاية شك جدا في التقديم وكمان بيعمل لك كمية كبيرة جدا اولا عندي ايه المقادير؟ عندي زي ما انتو شايفين كده بسكوت اوريو او ممكن تبدله باي بسكوت تاني يكون غامق بنفس الشكل كده واي كمية طبعا انت بتحطيها ده ملهوش كمية وعندي كمان علبة من الاشطا ممكن استخدم بس منها معلقة واحدة او معلقتين على حسب المقدار والكمية اللي انت هتعمليها وعندي كمان دريم ويب وعندي شوية من الحليب السعيل يلا نشوف بقى الطريقة مع بعض ونقول بسم الله اول شي عندي طبعا بطحن البسكوت بطحنه زي ما هو كده بالكريمة بتاعته مش بحوش الكريمة منه بطحنه كله في المكسر زي ما انتو شايفين بالشكل ده لحد لما يبقى شكله زي كده علشان هو ده الطراب اللي هنحطه طيب هنجيب بقى ايه كمان هناخد معلقتين من الدريم ويب وهنحط عليهم معلقتين من الاشطا ونحركهم كويس جدا ونحط عليهم شوية من الحليب طبعا ابني متحمس جدا قاعد يعمل زي ما انتو شايفين كده لح عايز يعمل بس لسه مش عارف برضه يحركه مش قادر طيب حطله بقى شوية من الحليب شوفتوا البهدلة بقى هي كده الاطفال هي دخول الاطفال للمطبخ بس نعمل ايه كده فطبعا لازم نشجع الاطفال ونخليهم يدخلوا معنا المطبخ لان فعلا بيبقوا مبدعين وبيطلعوا حاجات حلوة ممكن يقولولك على افكار بتطلع منهم حلوة جدا ونضرب الدريم ويب مع القشطة ونزود لها شوية حليب لو انت تحبيها متماسكة زي كده خليها لو انت بتحبيها تكون سيلة عن كده حطي يعني ده يرجع ليكو انتم وهاجيب كسات اللي هي بتاعت القهوة كده زي فنجيني القهوة الورقية زي دي علشان تديني شكل الزرع او ممكن اي تكون كبيات شكلها حلوة كده تنفع للزرع بتجيبوها وهعمل ايه بقى؟ هبدأ ان انا احط معلقة صغيرة من الوريو معلقة صغيرة من الوريو او معلقتين على حسب الكاسة اللي عندكم طبعا بيوقع كل الزرع برا هتبسكت كله واقع برا وهحط كمان معلقة من الاشطة اللي انا عملتها دي وزي ما قلت لكم ممكن تخلوها سيلة عن كده شوية علشان تعرفوا تنزلوها شايفين بيحاول ان هو ينزلها ومش عارف طيب لازم انا اتدخل بقى وينزلها بالشكل ده كده ننزلها بالشكل ده عليها ممكن كمان تحطوها في كيس حلواني وتنزلوها بيها هتبقى طبعا اسهل واسرع يعني وهنحط بقى عندي نوتيلة عندي طوفي اي شيء عندك بتحطيه بيد طعم حلو جدا طبعا انا حطة من صوس الطوفي او صوس الكرامال لكن لو عندك نوتيلة حطي مربا حطي بيدي طعم حلو جدا ونسويه في الكاسة اللي معانا بالشكل ده كده ونحط الطبع الاخيرة تراب قصدي يعني نحط الأوريو الطبع الاخيرة نحط الأوريو علشان يديني زي شكل الطراب كده ونخليه طبعا يكون متكوم شوية عشان يديني شكل الزرع ما نضغطش عليه زي ابني كده ما بيدغط لا نحطه كده علشان يديني شكل الطراب بقى شوية شوية يبقى زي الكومة يعني كده وتجيبي بقى اي حاجة انت تحطيها دي نعناع تجيبه نعناع تجيبه مثلا بقدونس اي شيء خضار يعني بس طبعا هيليه مع النعناع اكتر علشان يدينيه ريحة حلوة هو بيعمل لكو هو كوباية تانية زي كده خلاص انتوا عرفتوا الطريقة هي دي طريقة حالة تراب بجد بيطلع منظره حلو جدا جدا نخلي الاولاد يعملوا يعملوا افكار فيه بجد بيطلع شيء جدا شايفين شكله انا هعمل لكم كمان واحدة نعملها في حاجة زي كده كوباية تكون صغيرة او كاسة صغيرة بحط معلقتين من الوريو وهحط الكريمة عليها وهحط كمان من السوس الطوفي وبعدين اوريو تاني طيب هي الحالة ده بيطلع حلو شوية يعني محلي جدا لان احنا عارفين بسكوت الوريو محلي شوية وكمان الكريمة اللي جواه فاحنا ممكن نعمل ايه ممكن نستبدل الطبقة اللي تحت بدل ما نخليها اوريو نخليها بسكوت ديجي ستيف او مثلا البسكوت اللي ما فيهه السكر كتير نحط الطبقة اللي تحت هي مش هدبان طبعا في الكوبية اللي انت هتحط فيها فنحط اي بسكوت عادي لو حتى كمان الوريو مكلف او كده فبتخليه خلاص بسكوت عادي وعلشان كمان ما تزدش الحالة بتاعه وبحط الصصين دولة فوق بعض وبعدين في الاخر احط بقى بسكوت الوريو علشان يديني شكل التراب بحطه كده بشكل عشوائي يعني اكنها زرعة وبتعملي فيها واحط بقى فيها النبتة اللي انا هعملها طبعا نعناع وبتكون معايا بالشكل ده شايفين شكلها بجد شكلها ظريف جدا جدا نحطها في طبق التقديم ونوريكم كده انا قدمتها بالشكل ده شايفين شكلها طبعا ابني مبسوط جدا بحالة طراب ده ونحط شوية كده من الوريو علشان يديني اكني شوية طراب واقعوا على الزرع طبعا في الارض اللي احنا زرعينها شايفين شكله شكله بجد شيك جدا جدا اتمنى ان هو يعجبكم وتجربوا ان شاء الله لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله بحبكم في اللا اشوفكم في فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته